عقد رئيس مجلس الوزراء مصفى مدبول اجتماعا مع مستثمرين سعوديين في قطاعات مختلفة بالسوق المصرية للاستماع إلى مطالبهم وخططهم للاستثمار في مصر ولحل مشكلاتهم وخلال هذا الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على الأهمية التي توليها الدولة للوقوف على مطالب وحل مشكلات المستثمرين وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية منها قائلا إنه حرص على مقابلة مجموعات من المستثمرين السعوديين العاملين في القطاعات المختلفة بغرض العمل على حل مشكلاتهم هو ما يبعث برسائل إيجابية لمجتمع الأعمال في الداخل والخارج ويؤكد اهتمام الدولة بدعم المشروعات في القطاعات المختلفة من جانبه وجه سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر أسامة ابن أحمد الشكر لرئيس مجلس الوزراء على التواصل والاستجابة السريعة والمستمرة لعقد مثل هذه الاجتماعات هو ما يعكس مدى حرص واهتمام الحكومة بالاستماع لمطالب المستثمرين السعوديين وحل مشكلاتهم